أحبائي الحق هو اللي بيكشف وهو اللي بينير الحق بيظهر صفات المسيح وكملات المسيح وأخلاقيات المسيح الكاملة الحق بيظهر لنا عدالة والصدق المسيح بالمقارنة مع الفرسيين المتدينين اللي أرادوا أن يرجموا المرأة بدون الرجل وأرادوا أن يتخلصوا من المسيح لأنه شفى مولود أعمى في يوم السبت يعني كانوا بتمسكين بحرف النموس ولكن مش بروح النموس لكن الحق من ناحية أخرى بيظهر لنا محبة المسيح وأفكاره الطاهرة والصالحة تجاهنا أحبائي الحق هو الترياق هو العلاج لسم الجهل يسوع هو الحق مش بس يسوع هو الحق مكتوب عن الروح القدس هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا ما هو حق مش بس هيك كلمة الله كلامك هو حق كلمة الله هي كتاب الحق فكر الرب هو فكر الحق فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق ففي هذه افتكروا فإذن أحبائي هذا الحق له عمل عظيم جدا الاستنارة من خلال الحق في يحنى 3 اسمع ما يقول كتاب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله لاحظ وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة ما عندش خوف خلاص كل شيء واضح نور خلاص الإنسان اللي فيه نور ينير كأنوار تضيئون في هذا العالم كما يقول الكتاب المقدس هو نور الحق فالحق مرتبط بالنور والنعمة كمان مثل ما سمعنا من أبو مهند النعمة بتبهج بتفرح القلب ولكن الحق هو الذي ينير السبيل مكتوب في رسالة يحنى الثاني آية أربعة سالكين في الحق ثم مكتوب أن نحب الحق وأيضا مكتوب والعمل بالحق قال يسوع دينونتي حق والعبادة ينبغي أن تكون بالروح والحق الحق أمام كل ضلال كل تزييف كل خداع كل رياء كل كبرياء قال يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم اشتركوا في القناة